في كنيسة الأماري الأرمينية في اسطنبول جرت مراسم إحياء الذكرى المئوية للمجازر التي تعرض لها الأرمن في ظل الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى ولأول مرة منذ بدء إحياء هذه الذكرى حضر عضو من الحكومة التركية المناسبة هو وزير الشؤون الأوروبية بولكان بوسكير ويقول رئيس المجلس الروحي الأرميني لا تختلف الذكرى المئوية اليوم عن سابقاتها فالمناسبة هي نفسها والحزن هو نفسه ولكن هناك مشاركة أكبر هذه السنة ووعي الناس هذه السنة أكبر هذه السنة هناك مشاركة من دولتنا ومن حكومتنا وهذا مهم بالنسبة لطائفتنا وذلك يثبت جدية ما قاله رئيس الوزراء السنة الماضية وهذا الحضور يتويج الوعود بمشاركتنا الحزن هنا ونحن ممتنون لذلك من جانبه يقول قاسم كاراجا وهو من أصول أرمينية سبب وجودي هنا هو أنني أريد الخروج من طور الحزن هو محاولة لإيجاد المواساة وتقاسم الألم مات أجدادي ونحن نعيش ألمهم ولكن على الناس اليوم في تركيا والعالم أن يعرفوا المعاناة التي مر بها الأرمن وعلى الناس أن يدركوا المعنى الصحيح لما جرى ولا ينبغي لأحد أن يستغل تلك الأحداث وكانت السلطات التركية أصدرت أول بيان تعزية للأرمن وشعوب الدولة العثمانية السنة الماضية ويقول موفد يورونيوز معظم مراسم إحياء الذكرى جرت في كنيسة الأماري ولأول مرة في تاريخ تركيا يحضر المناسبة مسؤول برتبة وزير وبهذه الخطوة تريد تركيا دعم موقفها القائل إنه ليست لديها مشكلة مع الأرمن وإن الحزن مشترك تكشتركوا في القناة Euronews İstanbul